اتوقع شهداءنا اللي يستشهدوا فجر اليوم في بغداد هم كانهم متوطنين يعني ارجوك اللي يمشي بهذا الطريق اللي يمشي بهذا الرحلة الجهادية ارجوك سؤال هيكي باختصار تتوقع ذول متوطنين انه يطلع تقاعد وقعدهم زوجته ها؟ لا حجي هذا سألك طريق شائك طريق ذات الشوكة طريق مزجج شلون يطلع تقاعد شلون يرتاح وحقك ان لم يقتل اليوم فيقتلون بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد سنة بعد ستين وهو سبحان الله نعمة العاقبة ان الله يختم حياتهم بالشهادة شو يتوقع يعني من صبه من قبله ومو من قبل الشهادة ترى الشهادة مو كل واحد يحصلها مو كل واحد يقدر يتوفق له الشهادة الرادة للتوفيق فاني سأل الله ان يتغمدهم قراوح وروحان وجنان ونتغمدهم بجوار الله تبارك وتعالى لكن احنا خسرناهم هذا الالم والمرارة هو اللي احيانا انا عجبني واحد بتغريدة اليوم لطيفة ما نذكر اسمها بتغريدة يقول اذا رأيت الكلاب تتشفى بهالمعنى يعني تتشفى بقتل احد فاعلا بانه اسد مو اسمعت اكو ناس تتشفى اكو ناس تشمت اكو ناس يمكيفة يقولك اذا اسمعت الكلاب تتراقص على مقتل واحد فاعتبر ان هذا ازد وان لا نسأل الله ان يتغمدهم الجنة يرحمهم برحمته وكانت العملية استفزازية حتى للعراق يعني تدقل شافر في سيادة العراق وان تكون احنا سيادتنا ناقصة ولله الحمد شكرا على الاسم ترجمة نانسي قنقر